يا جبار اعتقنا الله وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء وضفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف وأن كما كلامنا عن الفرق بين قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ليه ربنا قال لنا كده مرة وكده مرة خلونا الأول نرحب بضفنا أهلا بيك شكرا يا مرحبا يا سيد دعا الله يبارك فيك كل عام حضرتك بخير حضرتك طيب ربنا يكريم ربنا يعينا في رمضان على الصيام يعينا على الحلقات يا رب كله بقى في بزنة إن شاء الله الحب بالله ربنا يتقبل يا رب يا رب احنا طبعا منتكلم على الطريق للجنة السلسلة بتاعتنا في رمضان وإحنا عايزين نعرف إنه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى في آية قال وصابقه وفي آية قال وسارعه بالعكس قال وسارعه وسارعه وسابقه وسابقه دي في هوا وتنا ما فقاش هوا دي برضو لها مجزع بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا بنتكلم عن الجنة في حاجات لازم تستوقفنا ونقف معها ونركز عليها ونعمل إصبط عليها زي الآيتين دول وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وآية سورة الحديد الآية دي في سورة آل عمران آية سورة الحديد قال سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سبحان الله العظيم يا وسيدة دعاك كل حاجة وكل كلمة في القرآن الكريم لها دلالة ولها معنى حتى الحرف آه طبعا حتى يعني لما ربنا يقول وسارعه ليه قال وسارعه ما قال شي سارعه آه للو آه في سورة الحديد على طول قال سابقه ما قال شي وسابقه ده فرقه هنقول دلوقتي الفرق الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعني سارعه وسابقه وفيه فرقه من المسارعة والمسابقة برضو ده فرقه تاني هنقوله الحاجة الثالثة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يبقى جاب هنا العدد سماوات في آية الحديد قال سابقه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كتب الحضرتك تعالوا نعيش مع الآيتين دول الأول في بعض السلف الصالح لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بكى قالوا لقد قرأت آية ما مثلها يبكي قال لهم وما ينفعني عرض الجنة وليس لي فيها موضع قدم يعني ربنا بيقول وجنة عرضها السماوات والأرض وعيدت للمتقين أنا بيبكي علشان أنا عرض الجنة ده زي السماء والأرض طيب أنا يعني لما يكون عرضها كده يعني وليس لي فيها موضع قدم يعني هعمل إيه فأنا يهمني بل لي فيها موضع قدم تمام ليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قالوا وسارعوا وفي سورة الحيد السابقوا قالوا نشوف السياق الأول السياق لأن ربنا سبحانه وتعالى قبل آية آل عمران بيتحدثوا بيأمرنا عن بعض الحاجات وعطف عليها وقالوا اعملوا كمان الحاجات دي قبلها بيقول في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعف وبعدين واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون العطف الرابع قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يبقى دي كلها حاجات معطوفة على بعضه فالسياق كان بيقول أن دي معطوفة على حاجة قبلها اللي يتقوى وطاعت ربنا سبحانه وتعالى إلى آخره في آية الحديد قبلها كان بيتكلم عن الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم أنتوا في الدنيا النتيجة بقى أنكم تسيبكم من الدنيا شوية وتسابقوا للآخر يبقى كده اتضح الفارق ما بين وسارعه معطوفة على حاجات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها من قبل لكن سابقوا نتيجة الحاجة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أنا بكلمكم عن الدنيا خلي بالكم الدنيا ما تاخدكوش ولا يعني تنغمسوا فيها وتغرأوا فيها وتنسوا الجنة أو تنسوا الآخر فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا وبعدين في الحايد قال سابقوا دي بقى محتاجة تركيز بعد ما نصلى على سيدنا النبي أنا بشبه ده بمراثن هنعمل سباء جري أو هنعمل مسابقة وليكن المراثن يلا حد كل واحد معه عجلة يجي أو هنجري وبعدين إحنا في الأول هنبدأ السباء هنبدأ السباء واحد اتنين تلاتة جو يلا كله ايه كله يبدأ السباء اللي في الأول ده محتاج إن حد ايه محتاج إن حد يشجعه علشان لما بنقول في الأول ده اسمه سباق سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لما نلاحظ هنا هنلاقي إن السباق اللي هو الذي يكون في البداية لكن إحنا بدأنا السباء والسباء لمدة عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة إحنا في نهاية السباء منتظرين إيه؟ منتظرين حنشوف من الأحسن من الأفضل من رقم واحد من رقم اتنين من اللي فاز بالسباء لما نوصل للقمة بتاعة السباء اسمها مسارعة وكأن اللي بيبدأ السباء بيبدأ مجموعة من الناس عدد كتير لكن هل كل اللي بدأ السباء فاز بالسباء؟ لا طيب اللي بدأ السباء ده هنمثله بأن هم المؤمنين كلهم بدأوا السباء دخل عليهم رمضان المليار وستمائة مليون إنسان مسلم دخلوا بدأوا سباء رمضان هل بيطلع من المليار وستمائة مليون كلهم يدخلوا للجنة؟ نحن نرجو هذا لكن الناس بتبقى متفوتة إن سعيكم لشتى فييجي في نهاية رمضان فيه واحد يتغير فيه واحد يطلع من رمضان حاله أحسن فيه واحد يطلع من رمضان محافظ على الصلاة فيه واحد في نهاية رمضان حس فعلا برمضان فيه واحد في نهاية رمضان يتمنى يبقى السنة كلها رمضان فيه واحد في نهاية رمضان حب رمضان جدا ونفسه أنه يواظب على اللي كان بيعمله في رمضان يواظب عليه بعد رمضان فدي نتيجة السباق ان احنا وصلنا للمسارعة ولذلك بيدخل العدد كله اللي هو المؤمنين لما بيرتقي ايمانيا يا سيدة دعاء بيصل لدرجة التقوى ولذلك في آية العمران الوسارع في آية الحديد السابق يعني يا مؤمنين انتوا بدأتوا السباق طيب انتوا لما ترتقي ايمانيا احنا عايزين بانا نحق من السباق ده ومن العمل ده ان احنا نتقي الله سبحانه وتعالى علشان كده الف آل عمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض وعدت للمتقين ولا للمؤمنين للمتقين لان احنا احنا ارتقينا وعلينا ايمانيا فمن مطلوب ان احنا نسارع ونسابق علشان نبقى افضل لربنا في آية الحديد السابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها كعرض السماء والأرض السماء دي اسم جنس يعني تشمل السماء كلها لما اقول مثلا انا عندي ارض بل ارض بتاعتي كلها لكن لما اقول انا اسمت الارض بتاعتي الى اراريت او الى مساحات معينة يعني الحاجة الكبيرة دي انا اسمتها لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال وجنة عرضوها السماوات ما قالش السماء ليه برضو لان لما كنا بدئين السباء كلنا ذكر السماء كلها لكن احنا عايزين نطلع بحاجة من رمضان فقال المتقين وبرضو حددوا السماوات اللي هو عدد اقل من ايه من سماء طيب سابقوا لما كنا في بداية السباء في تشجيع يعني مثلا ايه تلايه مثلا لو واحد مثلا ليه مدرب ولا حد بيحفزه ويشجعه يالله قبل السباء يالله شد الحالة كهو دخل السباء خلاص فربنا سبحانه وتعالى في آية السباء في الحديد قال في تشجيع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكن في آية آل عمران لما آلن المصارعة دي للمتقين والناس اللي هي علت ايمانيتها في رمضان او بشكل عام فقال لهم انتو لكم الجنة خلاص انتو ايه يعني اللي دخل السباء وطرع الاول بياخد الجائزة بتاعك التاني بياخد الجائزة كل واحد على الحسب ترتيب المتقدة بياخد جزاول ايه الجنة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تحدث عن هؤلاء المتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وبدأ يعدد صفاتهم بقى الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاهم ايه اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات هيا بقى ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له المغفرة والجنة يعني احنا هدفنا الجنة والمغفرة هي اللي بتوصلنا طبعا للجنة رب نكتبها لنا جنة يا رب الله ودي فرصة جبيرة جدا فرمضان يعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة يعني الدولات اللي بيشوفنا له ان يتخيل ان ابواب الجنة مفتوح يعني سهل جدا تدخل منها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر ممن يدخل عليه رمضان ولا يغتنم فرصة رمضان النبي عليه رغم أنف رجل أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار قل آمين فقلت آمين سيدنا جبيل عليه السلام بيدعي وبيطلب من سيدنا النبي أن يؤمن على دعائه رغم أنف رجل كنية عن الذل وكنية عن الفقر وكنية عن خسران انك فعلا خسرت رغم أنف رجل أدرك رمضان فمات فلم يغفر له اللي يجيله رمضان وما يطلعش منه ان ربنا يكفر لزنوب وان ربنا يعتق رقبته من النار وانه يرتقي إيمانيا وانه يصعد يعني روحانيا يبقى ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات فلم يغفر له فدخل النار ده دعاء مين جبريل جبريل بيقول لسيدنا النبي قل آمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فقلته آمين فمكسب كبير قوي قوي ان رمضان فرصة انك تحافظ على الفجر من تكده كده بتصحة تتصحر انك هتنملك شوية بعد الفجر والحاجة ام اقرأ الورد بتاعك ودايما بقول او زي ما بيقولوا الحاجة ام الاختراع يعني لو عاوز اعمل حاجة هعملها يعني زكريو دلوقتي قالوا ان احنا هنصل التراويح نص ساعة طب نص ساعة دي مش حاجة انت عندك اليوم بقيت الليل 7-8 ساعات بتعمل فيهم ايه هتروح تاكل القطيف بخلص القطيف خلصت وبعدين هتاكل كنافة كل اللي انت عاوزه هتاكل في نص ساعة كل في ساعة بقيت الليل عندك 4-5 ساعات هتعمل فيهم ايه فانت يعني دايما حتى بقول الناس في المسجد انت خلصت قيام الليل في المسجد او التراويح في المسجد هو خلص في المسجد بس ما خلص في الليل لما ترجع صلي مع زوجتك صلي مع اولادك صلي مع نفسك انت عندك الليل طويل فلا تحرم نفسك هذا الاجر وما ننساش حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا نغفر له ما تقدم من ذنب يعني رمضان فرصة لازم نختنمها في كل اوجه الخير اللي نقدر ان احنا نعملها ما نسيبش اي وجه خير صحيح في رمضان عشان نوصل لهدفنا اللي بنتكلم عليه الجنة يا رب ربنا يجمعنا في الدوس الأعلى جميعا يا رب احنا كل ابقنا وامهاتنا يا رب اللهم امين نشوف اول تقرير خير تمام قافلة الخير في انا لمؤسسة سقيا المين اشتركوا في القناة جعل الله سبحانه وتعالى لها بابا من بين هذه الأبواب الثمانية وتقف الملائكة يوم القيامة على كل باب من هذه الأبواب لتنادي على أصحابها فاذا اردت ان تدخل الجنة من باب الصدقة فعليك بالصدقة هذه القافلة بالتعاون بين مؤسستي ابن مسجد وسوق يا الماء الناس اللي محتاجها غطا الناس اللي محتاجها الحاف الناس اللي محتاجها بطانية الناس اللي محتاجها سراير ومراتب لا انا كتبت الحاجات دي عشان اقول لكم الكامبي ده او القافلة دي تفيها قدي ايه من المنافع وقديه من الخير عندنا تمانين سقف عندنا ميت سرير وميت مرتبة عندنا ميتين لحاف هنجهز ان شاء الله 13 عروسة كل عروسة هتاخد غسالة وتلاجة وبوتجاز عندنا شنط غسائية هنوزع لحوم دبحين عجلين زائد مؤسسة سقيا الماء هتوصل ميت وصلة مية تقريبا للأهالي هنا في قناة انا القافلة دي او الكم ده بيفكرنا بحاجة جميلة قوي لما تعاونت مؤسسة ابن مسجد مع سقيا الماء وعملوا خمسين الف كارتونة تم توزيعها على سبعة وعشرين محافظة في مصرنا الحبيبة ده برضو بيعيد الخير بيعيد الخير اذا كنا بنعمل في بداية رمضان بنعمل دلوقتي في موسم الشتاء علشان التعاون بين مؤسستين عريقتين كبيرتين مؤسسة ابن مسجد ومؤسسة سقيا الماء بيبقى فيه النتاج الجميل ده ويبقى فيه الخير الكبير ده من قرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم ابن القيم له كلمات قيمة رائعة طيبة يقول فيها من رفق بعباد الله رفق الله به ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه هكذا ينبغي أن يكون أمو وحنا هنا في المؤسسة مؤسسة ابن مسجد ومؤسسة السقيا الماء والقافلة والكمب الجميل ده والخير اللي انتوا شايفينه كم التلجات وكم البتجزات وكم الغسلات والخير اللي حيروح للعرائز ده وهيروح لأهلين هنا في الصعيد وتحديدا في إنا يعني ده ندل فإنما يدل على تعاون وتفاعل أهل الخير وإذا كانت مؤسسة سقيا الماء متخصصة في الماء محطات آبار وصلاة خطوط بيوت مشاريع صغيرة برضو حبت أن هي تحط بصمتها في الخير وعملت القافلة دي برضو النهاردة بنقول أدي الخير وأدي التنوع اللي بتعمله مؤسسة سقيا الماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا جميعا للخير وفي الخير وأن نكون دائما متعاونين في الخير اللهم استعملنا في الخير يا رب العالمين ووفقنا دائما لكل عمل صالح قولوا آمين كلنا بالخير نحيا ساعدنا وساهم معنا ومد إيدك بالخير لنا أهلينا لهم حق علينا في مؤسسة سقيا الماء أبواب الخير كتير اوعى تحرم نفسك أجر والثواب عظمنا مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان طبعا أنا رحت هنا مع مؤسسة سقيا الماء وشفت بنفسي الشغل هناك على الأرض يعني ربنا يكرمكم جدا على المجهود والله الحمد لله هذه كانت قافلة فيها كذا حاجة فيها تسقيف بيوت وفيها شناط وفيها لحوم وفيها تجهيز عرائص وفيها سرائر وفيها خير الحمد لله رب العالمين ربنا يا رب يستعملنا يدخل الصرور وقضاء حوائج الناس وأننا نغيث الملهوف وأننا نقف جنب أي حد دي نعمة كبيرة وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وهو ده اللي ربنا عز وجل قال لنا عليه في صورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ولنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يعني لما ربنا سبحانه وتعالى هنا بتكلم ومنهم سابق ما قالش بالخير حاجة واحدة لا سابق بالخيرات يعني كذا حاجة لواحد يعملها وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اعتبرت ده ده فضل كبير أوي إنك فعلا تساهم وتساهم بالخير ذلك هو الفضل الكبير واللي يعمل الحاجات دي يا سيد دعاء الله سبحانه وتعالى بشره وبعدها مباشرة بالجنة جنات عدن يدخلونها وبعدين يعني حاجة مهمة أوي في واحد ممكن يشوف الخير ده فيساهم ويشارك في واحد يساهم ويشارك على قد وفي واحد يساهم بحاجة يعني ما شاء الله احنا كنا ورايب في وضع النطرون وبعدين وانا بنشي كده ما بينه السكوك والأربع تلاف نخلة اللي مزرعين يعني بفضل الله فلاقيت اسم متكرر اتنين وتلاتين أو قالوا لي ستة وتلاتين مرة انا عدته بلقيته اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين مرة اسم متكرر اتنين وتلاتين مرة يعني اللي عمل عمل ستة اتنين وتلاتين سك يفطن ويكتب عليها نفس الاسم فبقولهم يا جماعة قالوا اتبرعت باثنين وتلاتين سك نشاء الله فحتة بقى ان الواحد يعني يتنافس ويتصفق ويحط البصمة بتاعته ويحطه هو على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليه بالذات في رمضان الأجور مضاعفة لان الثواب او العمل مضاعف فأي حاجة هيعملها الانسان او المسلم في رمضان فهي مضاعفة رمضان يا شهر العبادة طعتنا سر السعادة اقبلنا يا القرم والخير بنحس فيه بالغير اكرمنا يا الله اشتركوا في القناة زي ما رسمنا ابن مسجد على الأرض وزي ما رسمنا سقيا الماء على الأرض عايزين نرسم الخير على وجوه الناس عايزين نرسم الخير في حياة الناس واحنا داخلين على رمضان رمضان اللي كله خير رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه قالوا وَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خيره صلى الله عليه وسلم للناس كلها ما كانش بيقول لحد لا كان لا يمنع الخير عن أحد صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام وإفطار الصائم الكرتونة دي يا جماعة بـ 200 جنيه لو رايح الصعيد بـ 300 جنيه لأن على المتين جنيه فيه كيلو لحمة طازة بنتبح العجول وبتتوزع لحمتها في الحال مع الكرتونة مع كل كرتونة كيلو لحمة الإطعام ده شيء رائع وجميل الإطعام ده من أجمل وأميز وأفضل الحاجات اللي أنت ممكن تعملها في دينك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أيّ الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فأنت لو حابت تعمل أجمل حاجة وأحسن حاجة ما تنساش إنك تطعم الطعام تطعم الطعام ده في الوقت العادي فما بالك في رمضان إنك تفطر صائم فما بالك إنك لما حد يحب يفطر حيفطر على الكرتونة دي نبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا أقول لك على عرض رائع بقى ده عرض رمضاني مع مؤسسة السوق يالماء وابن مسجد لأنهما لما بيحطوا يدون فيه بيعملوا خير بيعملوا الفرحة كبيرة اللي أنتوا شايفينها اللي أنتوا بتعودين منها بتعودين عليها من المؤسسة على ده كل سنة توزع حوالي 50 ألف كرتونة في بداية شهر رمضان على أهلينا وعلى حبيبنا وعلى الناس في شتى محافظات مصرنا الحبيبة لو أنت حابب إنك تقول يا جماعة هو أنا ينفع أحط زكاة مالي في الكاراتين دي نقول لك آه كما أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية وعلى هذا جماهير العلماء أنهما دامت هذه الكاراتين تذهب للفقراء والمساكين خلاص وفعلاً دية رايحة للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين اللي إحنا مكلفين إحنا نسعى إليهم ونسعدهم ونفرحهم وندخل الصرور عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يا سلام شوف شوف الساعي إنك لما تتكفل بكارتونة زي دي وتساهم في كارتونة زي دي كأنك جاهدت في سبيل الله بيقولوا ليه؟ ليه؟ النبي عليه الصلاة شبه أو ربط بين هذين قالوا لأن المجاهد في سبيل الله يحيي دين الله هو ده اللي دايما معوداكم عليه مؤسسة سقيا الماء مع مؤسسة ابن مسجد يعملوا الخير ده ويعملوا الحفلة دي ويعملوا المهرجان ده أختم باللي بدأت بيه إذا كانت مؤسسة سقيا الماء وابن مسجد رسموا اسموهم على الأرض إحنا عايزين نرسم الخير في حياة المساكين والفقراء والبسطاء وأهلينا في كل مكان في مصر نستنينكم تتواصلوا مع ابن مسجد وسقيا الماء علشان نوصل الكاراتين في كل حتة في كيا مصر إحنا مؤسسة صحبة الصالحين للتنمية الاجتماعية في الأمارية وإحنا بنشكر جمعية ابن مسجد ومؤسسة سقيا الماء على المجهود اللي عملوه والناس القائمين إن هم دونا مجموعة كاراتين رمضان عشان نديها للحالات اللي موجودة عندنا في المؤسسة من الفقراء والمساكين والأيتام والأولى بالرعاية وبنشكر كل المجهود اللي انتوا عملتوه شكرا جدا إحنا جانا النهاردة مصرصة ابن مسجد سوكيا الماء جمعية الخير فينا من أوسيم استلمنا النهاردة كاراتين من سوكيا الماء وابن مسجد دعم للحالات عندنا وبنشكر سوكيا الماء وابن مسجد مؤسسة سوكيا الماء نعمل من أجل الإنسان رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وعايزين نتكلم على أنشطة مؤسسة سوكيا الماء يعني طبعا في رمضان كمان بقى حاجة جديدة اللي هي كاراتين الخير كاراتين رمضان ده غير طبعا بقى كل الأنشطة اللي احنا عارفنا قبل كده اللي هي من الصدقة الجرية والأبار والمية هو احنا كنا بنقول يعني عشان نربط ده بالكلام اللي احنا قلناه قبل الفاصل ومنهم سابق بالخيرات اللي هو التنوع وتشعب في عمل الخير يعني بفضل الله أساس سوكيا الماء لما بدأت بدأت بحق بالمية بوصلات مية وبعد كده الآبار التخزينية بدأنا نعمل الآبار ارتوازية اللي هو حفر الآبار تحت الأرض حسب العمق المناسب وبتعامل جنبها محطة مية وعملنا ده في شمباري في أوسيم في الجيزة وان شاء الله ببداية خير وعندنا تسئيف البيوت عملناه ودايما بفتخد بالعمل ده اللي هو الستين بيت اللي احنا بدأنا نعملهم في ادفو في أسوان لما رحنا عشان نوصل وصلات مية لان الناس قاعدة في عيشاش فالعيشاش ما تنفعش لا مش محتاجين مية قبل المية محتاجين بيوت فقرنا ان احنا نبدأ بعشر بيوت وفعلا عملنا ازالة وبننا البيوت وسلمناها لأهليها والاصحابها ووصلنا لهم المية يبقى احنا قلنا وصلات وخطوط وابار سواكة تخزينية او ارتوازية تسئيف بيوت عندنا البيوت نفسها نحن نعمل بيوت جديدة للناس وسكوك النخيل اللي عملناها في ودى النترون وان شاء الله نعملها قريب في الوادي الجديد ونعملها في قرية سقيا الماء الثلاثة في سيوة في محافظة مرسى مطروح وعندنا شجر الزتون واخر حاجة احنا نشغلين علىها دلوقتي بمناسبة رمضان كالتين رمضان احنا الحمد لله رب العالمين فرغنا من ما يقرب من 30 ألف كرتون وبنستهدف ان احنا نوصلهم 50 ألف زي ما عملنا السنة اللي فاتت 50 ألف ونأمل كمان ان احنا بدل 50 نعمل 100 لان الناس محتاجة يا سيد دعاء ومحتاجة ان حد يعني يوفر لها الاساسيات بتاعة الحياة اذا كان في مياه خلاص فاحنا عايزين الوجبات والافطار وافطار الصائم يبقى عنده كرتونة ماين عاش اهم 3-4-5 ايام جايين خلاص عارف ان انا عنده الرز بتاعي عند الماكرونة عند لوبيا عند فصوليا عند عدس عند سكر عند شاي فدي كرتونة فيها ماكلوا من 13 صنفة بتوفرها مؤسسة سوقيا الماء في شتى محافظات مصر بفضل الله ولو الكرتونة رايحة صعيد فمع الكرتونة بيتم دبح عجل بقر او جاموس وبيتم توزيع مع كل كرتونة كيلو لحمة ربنا يكرمكم ويتقبل منكم ونشوف اخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع نعلق علي في رحلة جديدة من رحلات العطاء مع مؤسسة سوقيا الماء اليوم بفضل الله عز وجل في مرحلة جديدة من مراحل الخير والبر والإحسام النهاردة احنا موجودين في مطروح بنستلم مجموعة كبيرة من الأبار اللي بتخدم أهلينا اللي محتاجين مياه واللي ربنا سخرنا واستخدمنا في مؤسسة سوقيا الماء ان احنا نكون باب خير لأهلينا في مطروح والحقيقة ان احنا موجودين دلوقتي قدام بير لما كان خاصة عندي لانه صدق جريا على روح حد كان عزيز علي الحج سيد الريدي رحمه الله تعالى الحج سيد الريدي انا اشهد له انه كان صاحب خير وكانت يده ممدودة بالعطاء وممدودة بالخير وكان مواظبا على الصلاة وكان يحضر لي خطبة الجمعة يعني اخر جمعة حضرها لي قبل الوفاة كنت اتكلم فيها على الوصف الجنة فالله اسأل ان يجعلها عاجل بسراه وان يجعل هذا البئر في موازين حسناته يا رب العالمين اللهم اميم ولازلنا نحتاج هنا في مطروح الى عشرات الابار بل مئات الابار اللي بتخدم اهلنا هنا في مطروح واللي المية هنا بالنسبة لهم مية الابار دي هي المصدر الرئيسي هنا للمية مش مصدر ثانوي او مصدر فرعي ده ده المصدر الاساسي وربنا سبحانه وزل وتعالى بيقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي فالمياه هي الحياة فيا هناءة ويا سعادة من قدم يده بهذا الخير ومن قدم يده بهذا البر ومن مد يده بهذا الاحسان لانه كما يقول الامام ابن القيم الله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه فمن رحمهم رحمه ومن احسن اليهم احسن اليه ومن جاد عليهم جاد عليه فالله لعبده حسبما يكونه العبد لخلقه فيا باخته اللي يعمل خير ويا سعادته اللي يمد ايده بالعطاء والبر والخير واللي ربنا يكرمه فيكرم خلق الله عز وجل واللي ربنا يوسع عليه فيوسع على عباد الله رب العالمين لما نبص هنا في المنطقة احنا في عمق الصحراء وحوالينا مجموعة من البيوت البيوت ده بفضل الله بيخدم كل البيوت دي بفضل رب العالمين بدل ما كانوا بيقطعوا مسافات كبيرة عشان يحصلوا المية ربنا استخدمنا في مؤسسة شقل الماء بفضل الله ثم بفضل اهل الخير ان احنا نوفر معاناة ومشقة عن اهلنا ابناء الحج سيد الريدي عملوا بير صدق جاري عنه في منطقة خدمة مجموعة من البيوت عندنا عشرات المناطق وعشرات الاماكن بل مئات الاماكن لسه محتاجة ابار ولسه محتاجين دعمكم يا اهل الخير ويا اهل الفضل ويا شركاء النجاح ايها الجنود المعلومون لا اسميكم جنود مجهولون بل انتم جنود معلومون معلومون في السماء عند رب العالمين سبحانه وزل وتعالى وهذا يكفيكم ان تكونوا معلومون عند الله رب العالمين سبحانه والله اسأل ان يستخدمنا في خدمة الخلق وان يزعلنا رسل رحمة لخلقه يا رب العالمين اللهم امين موسيقى مؤسسة سوقي الماء نعمل من اجل الانسان احنا عايزين نخطب بقى مع حضرتك كده ومشاهدين الحلقة بالهداية للشيخ احمد الوين بيقولهن كل يوم في بيت دعاية طيب انا قبل بقول الهداية انا لفت نظر الودي الصغير اللي بيشرب من البير ده او جميل فبقول اللي عمل البير ده لو الولد ده بس خاد البق ده ممكن صاحب البير اللي يخش الجنة بسبب البق ده ماشاء الله او الله العظيم الهدية بتاعتنا النهاردة عاوز اقول لو انت عاوز سدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة عليك بهذا الحديث الذي جاء عند التبراني في المعجم قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح رضيت بالله رب وبالاسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فانا الزعيم لاخذ بيده حتى ادخله الجنة يعني شوف النبع الصامي بعرف فلندك في الدنيا محافظ على الذكر ده رضيته بالله رب وبالاسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هتلاقي النبع الصامي يأخذك من دك كده عشان ايه يدخلك الجنة يعني جميل جدا يا رب كده نبقى سحرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المغضوبة على هذا الذكر وان يجعلنا من الذين يتقبلهم او يتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيأخذ بأيدين ليدخلنا للجنة بشكر حدا جدا وبشكر كل مشاهدينا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر الكرم والخير